يا سيادة المستشار الورق اللي تحت ايدك هو اللي بيزبط ان المتهمين الحقيقيين في القضية اللي تحكم فيها بكرة ومعيلة الملك مش مدرين البنوك اللي معبودة عليهم لو عايز تحقق العدلة فعلاً انت ايدك المستندات اللي تخليك تعمل كده هاتن يا حبيب اسلام يا يا سوز العفو يا روحي تخدي بقى الظرف اللي تحطي في قطي كوراً حاضر هلأي حاضر بقولك يا يحيان القضية دي شكلها مش هتعدي على خير كلان يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يا شاكر ما ربنا برضو قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهي فين التهلكة دي؟ أنا بعمل شغلي وبنفس القانون ونبأ شيكو ما تقفش على خوك على الصبح كده الله يبركلك يا يحيان انت مصر تبقى نسخة من بابا الله يرحمه مع العلم مش كل اللي اتصرفوا بابا كان صح يا سيدي اسمع من بقك ربنا وأبقى ربعه وساعتها أنا مستعداً دم دلوقتي بقولك ايه أنا راح الجن مسايح شواء الدهون اشتقوا تيجي معايا بقى انت كمان لحسن جنابك ابتدت طرفرف لا يا سيدي روح انت افرح لك يومين لغاية ما تتجاوزوا تيجي طرفرف جنبي مش شكو موسيقى 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 موسيقى